فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا نعم الله جل وعلا إنما شرع القتال لدفع الأضرار العظيمة عن الأمة الإسلامية ولنشر هذا الدين فالقتال إنما يكون لنشر الدين إنما يكون لنشر الدين وإعلاء كلمة الله وهذا قتال الطلب والغزو وإما أن يكون لدفع شر الكافر وهذا يسمى قتال الدفاع أو قتال الدفع حينما يهجم على المسلمين من يريد إفساد بلادهم والاستيل على بلادهم أو على شيء من مصالحهم وهذا قد يكون هذا الصائل من الكفار فيقاتل قتال دفع لشره وقد يكون من المسلمين هذا الصائل قد يكون من المسلمين إما من الخوارج وإما من المعتزلة وإما من اللصوص وقطاع الطرق هو مسلم لكنه صال على المسلمين واعتدى عليهم فهذا يجب قتاله كفا لشره وقطعا لدابر الفتنة